أخذ باتور تورسون الذي يعيش مع العائلة في مدينة توربان بمنطقة شنجان الويغورية الذاتية الحكم شمال غرب الصين الاستعدادات قبل يوم واحد من عيد الفطر وقام بترتيب المنزل وتنظيف حديقته مع زوجته بعد ذلك بدأت زوجة باتور تورسون وزوجة ابنها في إعداد طعام عيد الفطر وعند الظهر جاء ابن باتور تورسون إلى المنزل واستحب كبار السن إلى السوق لشراء اللوازم المناسبة للاحتفال بالعيد منذ أيام قليلة ماضية كانت الأسواق في جميع أنحاء شنجان مزدهرة بالفعل في توربان جميع أنواع سلع المهرجان تبهر النظر والشوارع مليئة بأجواء الاحتفالات السعيدة لقد اشترينا الكثير من السلع مثل الخضار والرحم من أجل احتفال بعيد الفطر لأن عيلادنا كبيرة وفي الغد بمناسبة العيد سيجتمح ابننا وزوجته وحفادنا والأقارب في المنزل لنحتفل معا بهذه العيد السعيد في يوم عيد الفطر وبمجرد انقشاع الليل جاء كثير من السكان المسلمين من مختلف القوميات إلى المسجد لأداء صلاة العيد مع الإمام وبعد ذلك تبادل الناس التبركات ودعا باتور ترسن الإمام ومسلمين آخرين لزيارة منزله أنا سعيد للغاية اليوم لقد ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة العيد قبل قليل حيثنا جيدة جدا لأنا كل يوم هو بمثابة عيد في الظهيرة جاء أطفال باتور إلى منزله للاحتفال بعيد الفطر وكان المنزل مليئا بالفرح والمرح كما أحضر الجيران أطعمة لذيذة للاحتفال بالعيد معهم بعد الغداء نظم المجمع السكني المحلي أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة حيث شارك السكان من مختلف القوميات فيها احتفالا بعيد الفطر معا في السنوات الأخيرة مع التحسن المستمر في مستوى المعيشة أصبحت حياة السكان المسلمين في الأعياد رغيدة أكثر فأكثر وصاروا يشعرون بالسعادة والأمل